بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير اهلا بحضرتكم حلقة جديدة واحد من الناس النهاردة ضيفتي فننة مغوبة مع مرتبة الشرف الاولى قدرت تعمل اسمها على نار هادية حقاية النجومية عبر ادوار وشخصيات ومشاعر وحسيس واختزنت في موهبتها لحضور معفوية فبقيت نجمة استثنائية تعلقها ليس له عنوان فنجدها على الشاشة الصغيرة والكبيرة وخشبة المسرح والحقيقة كمان هي انسانة خيرة جدا انه بتعمل خير وبتعمل اعمال انا بسعا جدا بيها خصوصا بتعملها في السر لكن النهاردة احنا هنحاول بقى نتكلم معها في حياتها الانسانية والفنية والاجتماعية فراحب بالفنانة الكبيرة وفاعل دورتيني يا فأنا انا مش هقدي الكلام اللي حضرتك قلته ده كله وانا السعيدة وجاء النهاردة طايرة ان انا هبقى مع حضرتك وبصراحة انت يعني كل يوم بتنايمني معياتا يعني بعض ادور على كل الحلقات وبعض اجيبها وقد ايه فعلا محتواك احنا محتاجينه لانه بيسعى لترسيخ قيم بيعلم الناس ان المشاعر ما تبقاش جامدة بيحرك فينا الانسانيات اللي احنا بننساها قصدين عمدين متعمدين احيانا لان في ناس كتير حياتهم كلها قائمة على الانسانية انت بس متحمسة يا شان لا احنا يعني زم لا رحلة كفاح طويلة اشتغلت انا كنت باشتغل يا جماعة مساعد مخرج في رقفة الهجان من عشر سنين كده يعني ايه بالزبط تسع سنين ونصف سنين رزكت وفاق لسه لوجه جديد كانت طالبة في سنة اولى معت في نوم مسرحية كانت طالع معنا في رقفة الهجان الجزء التاني كانت سنة تسعين اصلا فبسعت بها جدا وعشت رحلة كفاح وهي شخصية مكافحة امت بقى الناس بدأت تشاور وتقول وفاق عامر بعد اعلان لتحديد الناس وكنت مع ماما كريمة مختار وده كان اعلام مهم جدا جدا وكانوا محتاجين ممثلة مش معروفة وتدخل تتكلم عن الزحمة والاطفال الكتير اللي بياخدوا حقوق الناس من بعض يعني اتنين غير ثلاثة غير خمسة انت خريجت اداب عربي مش كده علاقت لي باللغة العربية كويس بنت حلال يعني بص زاكرت الابني لحد ما بقى في ستة ابتدائي وبعد كده لما ابتدى يتشكل بقى يعني خلاص بقيت داخل على رجولة بقى يعني لا مامي ما تذكر ليش فبقيت تستعين بقى خريفة العربي بتاعك ما هو مش تذكر مع العربي لا لا كويس بس هو خلاص يعني مش حابب ان انا عملت ادوار باللغة العربية الفصحة اه عملت في قطاع الانتاج طبعا كان العباسة من الحاجات اللي انا عملتها في العباسة كنت هشتغل مع استيس حسام الدين مصطفى لكن للأسف يعني ما توفقتش ما تسمعيني مشهب باللغة العربية الفصحة كده مش فاكرة حاجة غير حاجة كانت ودموعي في الليالي السود لم تعرف دموعي انا ماملت يعني خدتني على سهوة كده انا ماملت الانسان انسواك انا لم اغفر طوال العمري للزوجات ان يعشق لكني عشقتك انا ما احببت غيرك لا يعني شوية كده انت فجأتني بس يعني والله انت بس انت لغة العربية بحس علي جدا انا هقولك على حاجة غريبة قوي اللغة العربية دي بتدور على احلى المشاعر في الفنان وبتطلعها يعني بتدايما اه 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 مسلا لو في دور بعمله مش بالعمية بس ها انا بدايما احب افهم انا مش بتاعي تحفظ اللغة العربية ما ينفعش لازم احفظ فلما احفظ اطلع مشاعر احلى وبرضو لما انتي مسهلت على ما اذكر باللغة السعيدة ها كانت سهلة ولا صعبة بالنسبالك لا كانت سهلة بالنسبالي انا كانت سهلة لان انا جراني كانوا سعيدة الشارع لانا كنت ساكنة فيه كان فيه سعيدة فكنت باسمعهم دايما نتكلموا واحنا كان ده مصار ما بيني وما بين ابنائهم يعني لو ايه اجول انا ولا اجول انتي فانا بتدي نقل الطنت مثلا يعني ما متنهد مثلا صاحبتي اصلي سعى سعيدة فكنا ساعات نقلدها شوية فيعني كان سهل بالنسبالك يعني بتستلهمي الشخصيات اللي انتي بتمثليها من ناس حواليك اه دايما احيانا يعني مش كل ما ممكن مثلا ما بقاش عشرة قتلة بس لازم لما تحط في الموقف ده وبقى هي لازم لازم يجيلي العفريت بتاع الشخصيات دي فيجي من الكتابة وفي احيانا استلهمه من اللي حوالي من الاختزان اللي عندي ترجمة نانسي قنقر